بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم أبناء وبنات الطلاب في درسنا لهذا اليوم أنا وأنتم نتعرف على درس جديد ألا وهو أنواع الاضطرابات النفسية وهذا الدرس بإذن الله سوف نجزئه ونقسمه إلى ثلاثة أقسام كما تعلمون أبناء وبنات الطلاب هذا الدرس من الوحدة الخامسة الصحة النفسية وهو الموضوع الثاني أنواع الاضطرابات النفسية بجزئه الأول قبل أن نبتد بدرسنا الجديد أبناء وبنات الطلاب أنا وأنتم نستذكروا ما أخذناه في الدرس السابق حينما تحدثنا عن أهمية التوكيدية وشخصية التوكيدية في حياتنا حينما قلنا أن امتلاك الإنسان للمهارات التوكيدية ستحسن وترفع من إيجابية الشخص في حياته الخاصة وأيضا تطور علاقته الاجتماعية وسيشعر بالرضا عن نفسه وفي المقابل عكس ذلك عندما لا يمتلك الإنسان هذه الشخصية سيعدي ذلك إلى تأثره سلبا وقد تتأثر مع ذلك شخصيته تتأثر مع ذلك علاقاته ويتأثر بما يحيط به وتنولنا في ذلك الأثار السلبية عندما يتخلى الإنسان عن الشخصية التوكيدية أو عن توكيديته ما هي الأثار السلبية عندما يتخلى الإنسان عن توكيديته إذن كما ذكرنا أن للشخصية التوكيدية أهمية قصوى في أن تجعل الشخص ذو إحساس بالرضا بنفسه وأيضا تحسن في العلاقات الاجتماعية وبمحيطه بالإضافة إلى أنه يشعر كما ذكرت لكم بالرضا عكس أن يمتلك أو أن لا يمتلك هذه الشخصية إذن الأثار السلبية عندما يفتقد الشخص شخصيته التوكيدية ما هي الأثار السلبية؟ أحسنتم التوترات النفسية وماذا بعد؟ ممتازين ضعف العلاقة بالآخرين أحسنتم ممتازين قد يتورط في بعض السلوكيات غير المقبولة حينما ذكرنا أنا وأنتم أبناء وأبناء تطول في الدرس ما قبل السابق أن من صفات من يمتلك هذه الشخصية أنه يستطيع أن ينطق أو يتكلم بكلمة لا فقدان الثقة بالنفس أيضا من الآثار السلبية لتخلي الإنسان عن شخصيته التوكيدية ما الآثار الإيجابية؟ لامتلاك الشخص أو استخدام الشخص التوكيدية في حياته ما هي الآثار الإيجابية؟ كما ذكرنا السلبية في تخلي وعدم امتلاك الشخص هذه السماء أو هذه الصفة أو هذه الشخصية هناك في الجهة المقابلة آثار إيجابية في حالة استخدام التوكيدية في حياتنا في شخصياتنا في تعاملنا مع محيطنا مع مجتمعنا أحسنتم إقامة علاقات شخصية وثيقة قائمة على ماذا؟ على الثقة بالذات والرضى بالذات وأيضا على رضى الآخرين ممتازين أحسنتم واجهة طلبات الآخرين غير المعقولة أو غير المضرة بكلمة ماذا؟ ممتازين بكلمة لا فيما لو طلب منك عملا أو تقوم بعمل معين لا ترضى به أبناء وبناء الطلبة أن هذه الشخصية هي من تبادر بالرفض هي من تبادر بقول لا أحسنتم الثقة بالنفس ممتازين أيضا الرضى عن الذات ممتازين أحسنتم إذن هذه الآثار الإيجابية للشخصية التوكيدية ما الفرق بين التوكيدي والعدواني والخضوعي أو ما الفرق بين الشخصية التوكيدية والشخصية العدوانية والشخصية الخضوعية ذكرناها في الدرس السابق هناك فروق نستطيع أن نتعرف عليها من خلال ما عرفناه عن الشخصية التوكيدية وأيضا العدوانية والخضوعية أحسنتم إذن الشخصية التوكيدية ماذا ينتهك حقوق الآخرين أحسنتم وماذا بعد ينجز أهدافه على حساب الآخرين أحسنتم قد يتلفظ بما يجرح بألفاظ غير مقبو يخاطب الناس بصوت عالي أحسنتم يرى أنه أفضل من الجميع هذه الشخصية لها نتائج وخيمة ما هي أحسنتم قد يفقد ويخسر ويفشل حياتها الأسرية والاجتماعية الآخرين يتحاشون ويبتعدون ويرفضون التعامل مع هذه الشخصية العدوانية إذن الشخصية العدوانية لها صفاتها والشخصية التوكيدية لها صفاتها والشخصية الخضوعية لها صفاتها ما صفات الشخصية التوكيدية ابناء وابنة الطلاب الخضوعية عفوا يسمح بالآخرين عادة أبناء وابناء الطلاب من لديه هذه الشخصية دائما لا يرفض ودائما يكون أبناء وابناء الطلاب خاضع لمن هو أمامه في بعض المتطلبات إذن الشخصية الخضوعية هو الذي يسمح للآخرين بأن يأخذوا حقوقه وأيضا يكون عاجز عن مطالبته لهذه الحقوق صوته منخفض متردد خافت غالبا لاحظوا يبدل موافقة ولا يتمسك برأيه يقع ضحية الاستغلال أيضا لا يستطيع أو لديها أفكار جميلة قد تكون لديها أفكار قد تكون لديها تطلعات ولكن بهذه الشخصية لا يستطيع أن يقولها أو يفصح عنها بدافع الخجل التوتر غالبا على هذه الشخصية لماذا؟ لأنه يكبت مشاعره الشخصية التوكيدية يدافع عن حقه أيضا يحترم الآخرين يعبر عن ما بداخله دون تجريح للآخرين أو سيطرة عليهم أو سيطرة على أفكارهم صوته معتدل واضح واثق معبر يشعر بالرضى الذاتي وبالطمأنينة الداخلية هذه هي الشخصية التوكيدية كما ذكرنا بنا وبناء الطلاب في هذا المثال حينما تعرفنا أن هذه الشخصية التوكيدية وأن هذه الشخصية هي العدوانية وأن هذه الشخصية أيضا الخضوعية لماذا لا يسعى البعض لتوكيد ذاته الضوابط في السلوك التوكيد الفعال هناك عدة ضوابط لا بد من التعبير الصادق التلقائية احترام الشخص أو الأشخاص المقابلين أحسنتم القبول الاجتماعي الوقت المناسب واختيار الأوقات المناسبة في طرح الأفكار في تبادل الأفكار في التعبير عن الرأي التحكم في المكونات الغير اللفظية كالسلوكيات والإيماءات والحركات هي أيضا من ذلك المقاومات السلوكية تدين ممارسة العمال السارة العفو والصفح والتسامح ممارسة الرياضة مواجهة المشكلات بدلا من الهروب فهذه نقطة مهمة أبناء وبناء الطلاب لا بد أن نواجه مشاكلنا بحلها وعدم الهروب منها درسنا لهذا اليوم كما ذكرت لكم أبناء وبنات الطلاب هو أنواع الاضطرابات النفسية من خلال هذا الدرس بإذن الله بأجزائه وأقسامه الثلاثة من المتوقع أن نتعرف على أو نحدد ما المقصود بالاضطراب النفسي نفرق بين الحالة المرضية والحالة العادية أي نستطيع بإذن الله من خلال هذا الدرس أن نفرق بين الحالة المرضية والعادية وأيضا نميز بين الاضطرابات النفسية المختلفة هناك العديد من الاضطرابات من خلال هذا الدرس بأجزائه الثلاثة بإذن الله سوف نستطيع أن نميز بين الاضطرابات النفسية المختلفة بسم الله نبدأ هذا النشاط أبناء وأبناء الطلاب حديث نبوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أن يعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال لماذا استعاد المصطفى صلى الله عليه وسلم من هذه الصفات واستنتج ما هو متعلق بالاضطرابات النفسية لماذا استعاد؟ أحسنتم أبناء وبناء الطلاب لأن الهم هو تفكير في ماذا؟ في المستقبل والانشغال به والحزن على الماضي والرث ماذا؟ المرض النفسي أو أحد الأمراض النفسية أو هو مسبب لهذه الأمراض النفسية فاستعاد النبي صلى الله عليه وسلم من أحد مسببات الأمراض النفسية أبناء وبناء الطلاب ما هو الاضطراب النفسي؟ ما هو الاضطراب النفسي؟ الاضطراب النفسي أبناء وبناء الطلاب أي أنه اعتلال كبقية الأمراض كما يحصل لنا أبناء وبناء الطلاب في بعض الأحيان ارتفاع في درجة الحرارة أو غير ذلك أو ألم في الأسنان وغيرها أبناء وبناء الطلاب من الأمراض كذلك هي النفس لها اضطرابات ولها أمراض إذن ما هو الاضطراب النفسي؟ أحسنتم هو حالة من عدم التكيف مع الذات أو مع الآخرين أو مع جوانب الحياة المختلفة نلاحظ أن الاضطراب النفسي يشعر الإنسان بعدم ارتياح بعدم تكيف، بعدم تجانس مع الآخرين أو تجانس أو تقبل لجوانب الحياة المختلفة بمعنى أن الاضطراب النفسي هو عكس ومختلف عن الصحة النفسية من يذكرني أبنائي وبنات الطلاب ما هي الصحة النفسية؟ ما هي الصحة النفسية التي ذكرت أنها عكس للاضطراب النفسي؟ ما هي أحسنتم؟ هي رضا نلاحظ الفارق بين الاضطراب النفسي والصحة النفسية هي رضا وانسجام الفردي مع نفسه ومع الأشخاص والمواقف والأحداث التي تدور حولها إذن هي عدم تكيف هنا رضا مع الآخرين أو عدم انسجام مع الآخرين هنا انسجام أيضا عدم تكيف مع الجوانب الأخرى للحياة هذه أيضا عدم انسجام مع المواقف والأحداث التي تدور حول الشخص وهي لبو الصحة النفسية متى أبناء وبناء الطلاب نستطيع أن نقول هذا الإنسان مضطربا نفسيا؟ متى يحق لنا؟ أو نستطيع أن نطلق على هذا الإنسان ذو الطراب أو اعتلال أو مرض أو اختلال نفسي؟ متى؟ أحسنتم إذا كانت المشكلة استمرت لفترة طويلة بمعنى أن إنسان أصيب ببعض من الهم والحزن وضيقة في الصدر لفترة ثلاثة أيام لفترة أسبوع فلذلك لا نطلق عنه أنه أحسنتم أو لديه مرض الاكتئاب بل لا بد أن تكون هذه الأمراض أو هذه الحالة لفترة طويلة لكي نطلق عليها اعتلالا أو اضطرابا نفسيا أن تؤثر على الحياة سلبا فيبدأ التفكير في هذه المشكلات طوال وقته يفقد معها الاستمتاع بحياته يشعر بالضيق النكد تتأثر علاقاته الاجتماعية أيضا تتأثر علاقاته الوظيفية وعمله فنلاحظ أنه سوء في العلاقة بالمحيط سواء الاجتماعي والأسري والمحيط الوظيفي نلاحظ أنه يكثر الغياب يتأثر بذلك عمله أيضا الحالات التي ذكرناها أبناء وابنات الطلاب هذه الحالات قد تكون حالات عابرة طبيعية تزول مع الوقت ولا تحتاج إلى علاج أو ذهاب إلى الطبيب لكي نعالجها فكثير من الحالات من الهم والحزن تأتينا أو تطيبنا نتيجة لبعض الظروف التي نمر بها وتزول مع الوقت أبناء هذا موضوع أو نقطة مهمة من يقوم نلاحظ من يقوم بعملية تشخيص الاضطرابات النفسية هل لكل شخص له الحقية أن يصنف أو يشخص هذا الإنسان أو هذا الشخص بتشخيص معين يصفه بالاضطرابة النفسي أبناء وابناء الطلاب يقوم بتشخيص الاضطرابة النفسية المؤهلون فقط من أهل اختصاص من الطباء النفسيين وأخصائيين ولا يمكن لأحد غيرهم أبناء وابناء الطلاب أن يتجاوز ذلك لذا من الخطأ التي نراها في واقعنا اتهام الناس لبعضهم بإصعاباتهم ببعض الاضطرابات النفسية دون علم منهم ومن الأهمية بمكان أبناء وابناء الطلاب عدم نلاحظ عدم انتبهوا عدم محاولة تشخيص الآخرين بناء على ما قرأتموه أبناء وابناء الطلاب عن بعض العراض التي قد تظهر على بعض من حولنا في مجتمعنا وقد أوردنا بعض الاضطرابات النفسية أبناء وابناء الطلاب في هذا الدرس أو في هذا الموضوع لكي نعرف ونتعرف على بعض هذه الاضطرابات لابد أيضا أن نحذر من بعض ضعاف النفوس الذين يدعون علمهم ومعرفتهم بعلاج هذه الاضطرابات أبناء وابناء الطلاب لدينا مثال كثيرا ما يبكي وقد تأثرت حالته النفسية فذهب به أهله أو أهله إلى أحد مدعي العلاج الذي ادعى بأنه سحرا أصابه بعد زواجه تدهورت حالته وهو يفكر كيف يتخلص من هذا السحر عاجز مدعي العلاج أخذ منه أموال طائلة استمر معه قرابة ثلاثة أشهر بدون جدوى وفي أحد الأيام زاره أحد من أقاربه وأشار عليه ماذا أن يذهب إلى المستشفى أو إلى أحد الأطباء في المستشفيات حيث بدأ أنه يهمل غذاء هذا الشخص ونظافته لأنه دخل أحسنتم في اكتئاب وحيل من العيادات الخارجي إلى عيادة الطب النفسي هناك لقيه طبيب نفسي مختص بدأ معه المشوار ثم شعر بتحسن من الشهر الأول ثم بدأ يتحسن شهرا تلو الآخر ثم بدأ ينتظم في كل شيء وبدأ يمارس حياته بصورة طبيعية إذن أهمية ابناء وبناء الطلاب أن نذهب إلى الأخصائيين والأطباء المؤهلين سواء في الطب النفسي وبقية التخصصات الطبية فلا نذهب إلى مدعي العلاج ولا نشاهد بعض المقاطع التي قد تنشر في بعض التواصل الاجتماعي التي تدعي أنه هناك علاج للمرض أو أن هناك أعشاب فلا بد أبناء وبناء الطلاب أن نحذر شديد الحذر ممن يدعون المعرفة وممن يدعون علمهم بالطب سواء بالطب النفسي أو غيره من الأقسام الأخرى وبذلك أبناء وبناء الطلاب ننهي درسنا لهذا اليوم شكراً ومقدراً لكم تفاعلكم مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح